بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يا سادة احنا يوم للحد بنشتغل دايما في محاولة للوصول إلى التوافق الزواجي والوصول فيه في الترقي في عرم وسلم الحياة زوجية نروح نزود التوافق الزواجي عشان نوصل للرضى الزواجي ونوصل كمان بعده إلى السعادة الزوجية فيه مشكلات في الحياة الزوجية بتبقى مشكلات عويصة وبتتكرر وخبرتنا في مسألة الأشياء الزواجي بتقول لنا أن المشكلات دي محتاجة معالجة مهمة جدا جدا من أهم المشكلات اللي بتبقى صعبة في معالجتها وصعبة لأن فيه مفهوم خطر بيبقى موجود فيها هو ما يتعلق بقضية أنا آسف يعني اللي بيسموه استمرار العلاقة بالحب الأول بعد الجواز يعني إيه؟ يعني فيه حد مستمر في علاقته الزوجية وهو الجوز حد غير الحب الأول يستمر في علاقته بالحب الأول ده في الجواز فإيه اللي بيحصل؟ فبتبقى الحالة أنه ممكن تصل إلى الخيانة مع الحب الأول ويبقى دي علاقة خارج إطار الجواز ليه طيب؟ لأن احنا عندنا أساطير كتيرة جدا جدا تتعلق بالحب الأول أنا كدارس وكباحث في الحقيقة لا أعرف في قضية الحب الأول غير الكلام الشعري لكن الكلام الذي يتعلق بالكلام النفسي مش قادرين نمسكه أنه هو بيبقى كلام حقيقي في التأثير ده اللي هي فكرة فصادف قلبا خاليا فتمكن كتير من الناس بيبقى بيعتبروا أن الحب الأول هو الحب الصادق وعشان كده بيعتبر أنه لو ساب الحب الأول ده هو ساب المشاعر الصادقة اللي في الحقيقة هي بتكون المعنى الأساسي للحب وده في الحقيقة يخلي الشخص معرضة للابتزاز وعرضة للاستغلال بشكل كبير جدا جدا من الطرف الثاني اللي هو ممكن على فكرة الطرف الثاني اللي كان في الحب الأول ده اللي ممكن الشخص بعد الجواز يخون معاه ممكن يكون الشخص ده هو اللي رمى الشخص اللي يقع في الخيانة ده وممكن يكون هو اللي سابه وعشان كده أول مشكلة موجودة في الحالات دي هو الشعور بالحرمان العاطفي بيبقى تحدي كبير قوي قوي إن الشخص اللي بيكون عنده تعلق بالحب الأول وبيدخل الجواز بيبقى هو حاسس بأنه هو حصل له حرمان عاطفي وهو عايز يعوض الحرمان ده فممكن في بعض الأحيين لما يكون ما حصلش حد وخاصة لو كان الزوج مثلا في حالة ما كان الزوج هو الطرف الآخر في العلاقة والزوجة هي اللي كانت متعلقة بالحب الأول فإذا كان الزوج مثلا شخص عملي ما بيعبرش عن مشاعره ما بيقومش بقضية الاحتواء العاطفي فممكن الزوجة في اللحظة دي تقابل حد يشبع الحرمان ده سواء بطريقة ممكن يكون من الأهل ممكن يكون الوالد يعمل كده فعا تتعلق به وهيبقى هو بطلة ويتوارى ومكانة الزوج أو ممكن يكون من غير الأهل وساعتها يكون الإشباع ده بطريقة غلط ويحصل هنا بقى نوع من أنواع الإدمان لهذا الإشباع وده اللي أنا بسميه دايما معاكم بالاحتواء البديل ولذلك هنا بنقول للزوج خلي بالك لما تلاحظ أن زوجتك سواء بقى عرفت من خلال كلام أهلها أو عرفت من خلال كلامها هي أنه كان فيه حب أول وأنها لما بنتكلم عن الحب الأول ده بيحصل لها مشاعر خلي بالك من ده لأن ساعة ما تتغافل عن مسألة الاحتواء العاطفي ده عتحصل منك حاجة وكأنك بتضيع من تعول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني ساعة ما تتتم عاطفيا بزوجتك ده ممكن يكون سبب من أسباب إن هي تبحث عن الاحتواء البديل ده مش نوع من أنواع التبرير للوقوع في الاحتواء البديل لكن نوع من أنواع الوصف وعشان كده هنا الشخص اللي بيحتوي الاحتواء البديل اللي هو بيبقى الطرف الثالث اللي برة بيبقى الزوجة ساعتها أو الزوج بيتعامل معاه كما يتعامل مع المخدر رغم إنه حاجة مدمرة للشخص ده مدمرة للسمعة مدمرة للأولاد مدمرة للحياة الزوجية مدمرة للعلاقة الزوجية كلها لكن الشخص اللي عايز الاحتواء ده بيعتبره شيء لطيف مع كنه نار الله الموقدة طب بيعتبره شيء لطيف ليه؟ عشانه كأنه بينسي الوجع اللي حصله لما فات الحب الأول لأنه بالنسبة لي بيكون في مواصفات لو هي الزوجة بيبقى فيها في مواصفات الرجل الجدع الحنين العطوف اللي زجع على خلاف هذه الصفات بالذات إنه هم بيعيشوا الكلام ده في لحظات مسروقة ما فيهاش مسئولية لكن الزوج في الحقيقة ما بيقولش الكلام الحل وما بيكونش حنين بالدرجة اللي هي منتظرها لأنه هو مليء بالمسئولية ومليء وكمان مليء بالأحمال والضغوط لكن المشكلة بقى بتبقى الحقيقية لما يغيب الإشباع ده وبيكون الشخص عامل زي المدمن مدمن المخدرات وإيه اللي يحصل؟ ويخبط في كل حاجة حواليه وكأنه بيبحث عن بديل للإشباع البديل وللأسف الإدمان ده بتروح معاه قيم وأخلاق بتروح معاه قيم زي قيم الوفاء والإخلاص والكرامة عند الإنسان وكأن الشخص ده في حالتنا دي اللي إحنا ندربين بيها بمثال وكأن الزوجة في اللحظة دي بتفقد هويتها وتنسى إن هي بنت ناسي وتنسى إن هي صاحبة أخلاق وصاحبة قيم وصاحبة حياء وصاحبة عفة وبيكون عبارة عن شبح ماشي ومش حاسس بنفسه كأن الشخص اللي أدمانه ده أخذ روحه معاه وأخذ قلبه وكل حاجة وسابه بلا روح عبارة عن حطام إمتى بتحصل الإفاقة بقى؟ هي دي المشكلة بقى بتحصل الإفاقة لما هذه الخيانة في ظل الاحتواء البديل بتتعرف ويبدأ ضميره يصح وفي بعض الأحيين لما الزوج بيسأل عن الخيانة بتبقى المشكلة إن هو بيسأل بتفاصيل كأنه كأنه في النيابة وبيقعد يحقق في تفاصيل 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 مع زوجته حتى في بعض الأحيين بيطلب منها تمثل جريمة الخيانة وده بيخلي الزوجة في حالة تستبيع في بعض الأحيين وهو الزوج بيظن إن هو ساعتها إن هو كده بيحاول يخليها تتعافى من الخيانة لكن ده مش في مصلحة الأزواج فمن البداية الطريقة دي طريقة التحقيق والحكاية دي مخالفة لمبدأ الستر فلازم يكون الزوج محدد قرار هو عايز إيه؟ عايز يستر؟ ولا لا؟ فالستر ليس مفيد للمستور فقط ولكن كمان مفيد للمستور عنه لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضح قضية الستر خل قضية الستر لها فوايد مجتمعية من ستر مسلما بالإطلاق ستره الله يوم القيام فمسألة الستر مسألة مش بس فردية لا دي مسألة كمان بتعود بالمصلحة على الأسرة كلها يبقى احنا لازم نكون واضحين ايه بقى اللي بيخلينا ممكن نبص للمسألة دي واحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصلح بقول لزوج في بعض الأحيان خلي بالك بعض الأوقات لما الإنسان بيروح ويبقى عنده هذا الطفان من العواطف على فكرة ممكن يكون تعرض لشيء استثنائي في حياته يعني هو هي وصغيرة ممكن تكون تعرضت لشكل من أشكال التحرش أو شكل من أشكال الاختصاب في السن صغيرة ولذلك بيتفتح عنها على مسألة ملف الجنس وطلب الاحتواء العاطفي في وقت في غير أوانه وده على فكرة مش معناه أن احنا بنبرر الخيانة الخيانة لا تبرر بأي سبب من الأسباب لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال قد الأمانة لمن اقتمنك ولا تخل من خانك ولذلك ليس هناك أي مبرر الخيانة بس احنا بنحاول نفهم عشان نقدر لما نيجي نعالج الموضوع ده نعالجه بشكل صحيح لما زوجين اللي وقعوا في مشكلة الخيانة بيتعاملوا مع بعض وبيقربوا من أي مصدر من مصادر الحكمة زي مثلاً يروحوا لطبيب معالج أو مستشار بيحصل تقوية للرشد وللعقل وللحكمة مش للجانب اللي بيتعلق بالنزوة وتبدأ حياتهم تهدى ويحسوا أن الأمور اتحسنت ويبدأوا يقتربوا من ربنا سبحانه وتعالى وياخدوا بالهم من ولده طب هذه اللحظة تستثمر ولا لا تستثمر الزوج المقرر يبقى مع زوجته بعد معرفته بهذه الخيانة وخاصة لو كان موصلتش إلى مراحل سيئة فهنامل إيه بقى؟ إذا كان هو مقرر ده فهنبدأ لشوية حاجات وننبع على شوية حاجات مهمة في التعافي وهو مثلا أن الزوج إذا قرر أنه يمشي مع زوجته في رحلة التعافي أنه هو ما يكونش بيزهق ويشتم ويضرب وهي كانت في الحقيقة اللي خلاها لجأت لده وده مش تبرير أنه هو بيعنفها فهي محتاجة لطبطبة وهي بحثت عندها فضلت الطريق ولذلك لابد أن يتوقف الزوج عن كافة أنواع العنف معها لأنه لا بيأكد لها أن هي الحالة اللي هي عملتها دي كانت صحيحة الصحيح ده من النفس الأمر بالسوق ودي من الغواية بس احنا لازم نتوقف ده فأول حاجة لازم ساعتها نبتدي في مرحلة التوبة وساعتها لازم بشكل واضح نبتدي في مسألة الاحتواء العاطفي من الزوج ساعتها يبتدي يعمل حالة من حالات الإشباع العاطفي وهي تبدأ في مرحلة من مراحل التوبة الزوج تبتدي تقلع وتدخل بقى في مدخل التعافي ويبقى الزوج ساعتها يفوق ويعرف احتياج زوجته كان إيه وساعتها نبتدي بالإجراءات التالية أول إجراء الاعتراف بالخطأ والاعتذار والاعتراف بالخطأ والاعتذار لازم يكون بشكل واضح من الزوج بشكل واضح ولابد أن هي ما تحاولش تقدم مبررات لأن تقدمها للمبررات هيجيه لوقت مش بنقول اللي هي هتبرر لكن تقدمها هو إيه السبب اللي دفعها إلى ذلك هيأتي في خطة التغيير هيتقال هيتقال في ساعة هنقعد نتكلم فيها ونقول كل حاجة وساعتها هتقول اللي عندها لكن في الأول خالص لازم يبقى اعتذار خالص ليس فيه أي شكل من أشكال التبرير لأن في بعض الأحيان بيبقى الشخص المغدور به اللي هو في المثال اللي احنا ضربنا دوات الزوج لأنه ممكن يكون الزوجة على فكرة برضو المغدور به بيكون المغدور به إيه اللي حاصل أي محاولة لبيان الأسباب في اللحظة دي هيفهم أنه هو تبرير وساعتها مش بنبدأ في مرحلة التعافي للمغدور به أبدا لأنه شايف أن الشخص مش معترف بخطأه ومش عايز يخرج من خطأه فيبقى اعتراف اعتراف بالخطأ واضح ليس فيه أي بيان للأسباب الحاجة التانية ودي شيء مهم جدا 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 فيه علاج مسألة الخيانة الإجراء التاني اللي ابتعاد عن كل أشكال العنف زي ما قلنا من الزوج والكلام السيء أو التذكير بهذه الأمور أو المعايرة ده بيبقى في طرف الزوج طب والزوجة وكمان هو الزوج كمان لازم يتوقف الإجراء التالت لازم الزوج يتوقف عن طلب التفاصيل هو خلاص عرف وتتمسك الزوجة لأنه ما تقولش التفاصيل مدفوعة ما تقولش التفاصيل غير تفاصيل اللي هي أقلتها في الاعتراف لأن أكثر من كده هندخل في مسألة الفتح مش في مسألة وانضيع مبدأ الستر وأي صور أو محادثات لازم بعد هذا الاعتراف تذهب لأن في بعض الأحيان بيدمن الزوج أنه هو يرجع كل شوية كل ما يهدى يرجع كل شوية إلى هذه الصور وإلى هذه الملفات فهذه الملفات لابد أن احنا نتخلص من الإجراء اللي بعد كده وهو الإجراء الرابع لازم يبقى فيه خط التغيير وخط التغيير بيبتدي بخطوات التوبة والندم والإقلاع عن الزم ويبقى فيه إجراءات تتعلق بتحسين العلاقة بالعبادات والعودة إلى الانتظام في الصلاوات لا مكنش فيه صلاوات نبدأ نزيد في العبادة وفي الأذكار وخاصة في الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إجراء الخامس وده مهمة أواء أواء رد المظالم بجبر خاطر المغدور بيه اللي هو الزوج وإحنا بنفضل في الأحوال اللي زي دي حاجة مهمة أواء لو كانت الأدية الأساسية في مسألة الخيانة كانت الهاتف الموبايل فإحنا بنفضل إن الموبايل ده يبتعد عدة أشهر مش أقل من ثلاثة أشهر ولو كان ضروري نستخدمه نستخدم موبايل مفوش مش من موبايلات الإسمارتفون يبتعد التليفون تماماً عشان نقدر نتعافى وممكن ما نستخدمهوش إذا كنا مش محتاجين إن نحن نستخدمه إلا في الضرورة القصوى وممكن نستخدم أدوات أخرى زي تليفون البيت أو تليفون الزوج أو تليفون الأولاد بس في الأخ خالص نمتعد عن هذا المصدر اللي كان سبب من أسباب الوقوع في هذا الغدر الإجراء المهم كمان تغيير البنمج اليومي بس إحنا بنغير البنمج اليومي لازم ندخل فيه أشياء جديدة ويبقى فيه أشياء مبهجة عشان ما يبقاش الشخص يبقى إنه عنده حاجتين إما لزة الغدر وإما قسوة التوبة لا عايزين برضو يدخل في البرنامج وعندما يتغير أشياء مبهجة عشان يحس إنه هو حياته فيها أشياء ممكن تسعده وتبعده عن لزة الشهوة ولزة الخيان والأشياء دي لازم يكون جزء فيها زي ما قلنا يتعلق بتحسين علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتغيير الجفوة التي بينه وبين الله الجزء الأخير اللي احنا لازم نأكد عليه القرب من بين شريك الحياة الدائم يعني لازم يكون الشخص الذي قام بالغدر قريب من شريك الحياة قريب من شريك الحياة عشان يطمئن إنه هو خلاص بتعد عن كل موارد الشك ولكن لازم نلاحظ إنه في القرب ده ما يكبس على نفسه يعني الزوجة التي غادرت بزوجها تبقى قريبة جدا جدا من الزوجها طول الوقت بتشقر عليه طول الوقت جنبه بس أكيد ما تكبس على نفسه لإنه واسعتها في الحقيقة مش هيبقى دوات أحسن حاجة اللي أنا قلته ده ولابد إن احنا ليه طيب هي تبقى قريبة منه عشان يبتدي يشوف الصفات الحسنة ويشوف التغيير الحقيقي عليها عشان يقدر يثق ويسترد ثقته فيها يا سادة اللي أنا قلته دوات من الإجراءات دي إجراءات كلها جاية زي ما يقولوا كده جاية من المعمل جاية من جلسات الإرشاد الزواجي كلها إجراءات جربت وكانت في الحقيقة لها أثر بالغ على الخروج من أزمة الخيان لإن في الحقيقة أزمة الخيانة بتبقى بتنزل على المغدور زي السعيق وساعات بتوصل الإنسان الغادر إلى إنه خلاص بيعتبر إن الخيانة والأزى بقى جزء من شخصيته وإن هويته انطمست خلاص لا أي حد يستطيع أن يرجع من أي نقطة سيئة ويرجع فيها إلى الله ويرجع إلى قيمه ويرجع إلى أخلاقه خلينا نساعد الناس بالاستشارة وبالدعم وكمال بالمؤاذرة عشان يدخلوا ويقوموا بكل ده يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل الجسر موصول بنا نتلقى عليه كل تواصل يجعل مجالس العلم مستمرة وكمان منيرة بأسئلتكم من باركة ومعنا أول سؤال السيدة مرامي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة البركاته أستاذة مرامي تفضل نعم وفضل الحمد لله ربنا يبارك في صحتك وعمرك وآهل بيتك يا رب يا رب العالمين أنا متصلة بحضرتك علشان خاطر أنا عندي بنت تزويلة من واحد ربنا يهدي هو تعيدها جدا 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 يعني الأقصى درجة ممكنة وأنا تعيدت يعني هي تيما هونا متزوجة غير أبوها الله يرحمه وبعدين هي لما تزوجت كانت صغيرة شوية كل العائلة أصرت أنها تتجوز عشان جميلة وحلوة وطويلة وعريضة مدية شكلها أكبر من سنة المهمة تزولت من ده هو تعيدها خالص ولا مصريف ولا أدب ولا إخلاق ولا صلاة ولا أي حاجة حاولت كتير جدا أننا طلقها معرفتش لحد ما بقى عندها بنته ولا ومن كتر ما حضرتك بتقول نروح بالإرشاد الزوالي أنا خطها وروح طبعا قبلنا شي خرب أنا يبارك له فقال لنا لأ مش هينفع نخش من غير الزوج طبعا عمره أصلا هيفكر جزها ده أنه يعمل أي حاجة في حياته غير إنه يجمع فلوسه بس عنده فلوس كتير وعنده حكيب كتير أوي ولا بيصلي ولا بيعمل أي حاجة كويسة في نظري أنا هاي متحملة فوق طائطة أنا أنا بصراحة لو أنا مش هتحمل الكلام ده وقلت وزدت وعدت ما عندناش بقى حد بيقفل حد يعني إنه هي تيجي البيت ونعمل أعداد وكلام الكلام ده خلاص خلص وعدة ومحدش بيعمل حاجة وأنا تعدت بصراحة فلما راحنا للشيخ قال لي إيه طيب عشان ما تفعليش أنا هتوصلي بالناس واسألهم ينفع تخشي من مجرس دي ولا لأ فأنا طبعا ما ننفعش فقلت له خلاص يا شيخ ربنا يدريك لك دعي له وهي كانت طبعا معي وقلت لي أنا مش عارفة يا ماما أنا جاية لي قلت لها جنيين عشان الدكتور عمضة قال واحد اثنين ثلاثة وأنا بحاول لأنها يحل المشكلة طبعا الحمد لله ما تحلتش طب سؤالك فين يا مرام أنا معايزي السؤال أنا عايزي حضرتك من صحني أنا خلاص تعطي هاول 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 لحضرتك هاول لحضرتك تعمل إيه يا سنها دلوقتي كم سنة 24 سنة أولادة أكبر ولد عنده كم سنة 5 سنين و سنة و مص هي رفض الطلاق على فترة رفض الطلاق خالص إيه سبب رفضها للطلاق إيه سبب رفضها للطلاق هي بتقول أنا مش هارب العيال بعيد عن أبوهم و أبوهم طب فرق السن بينهم فرق السن بينهم كم 9 سنين 9 سنين إنه وبين جزها طيب أنا بس عايزي حبيبك تدعي لها حاضر إنه فعلا رفض الطلاق وأنا أنا نفسيت للزفت أنا عايشة كويس جدا الحمد لله وبديها فلوس وبديها حاجات طبعا من وراء تقدر توقفها على رجليها طيب بس هي رفض الطلاق وحتى زوجي قال لي آخر مرة كلمنا وكنت تعبنة جدا وقلت له أنا مش حازة ليلة دي تتربق في الوسط دخل الشتيمة وقلت أدب وحاجات كده حاجات فضيحة يرفضها كل الناس أي ديانة ترفض اللي هو بيعمله ده وخيانة كمان بس هو حاليا يعني تقريبا كده شبع وقرف من اللي هو بيعمله فالله أعلم يعني تكف عن اللي هو بيعمله ده بس أنا يا شيخ أنا اللي تعبانها وهي بتموت قداميني بعد ما كانت في منتهى الجمال لقيت طيب خلينا جاوبك يا أمور رامي أنا سمعتك كويس جدا 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 أمور رامي الحقيقة اللي قال لحضرتك إن ما ينفعش نحل المشكلة إلا بالطرفين ده كلام واقعي وكلام واقعي ليه لأن في الحقيقة المشكلة زي ما حضرتك بتصوريها الجانب الأكبر فيها في جانب زوج بنتك فمش هينفع نتكلم وهو مش موجود لأن أي محاولة تقوم بيها بنتك إذا كان على الوصف اللي أنت بتقوليها أعتبو بالفشل بس أنا عايز أقول لحضرتك في جملة من الحلول إحنا عندنا قانون شوية في الإرشاد الزواجي إن ما فيش راجل أو ست إلا وليه مفتاح علمه من علمه وجاهله من جاهله أكيد زوج بنتك ليه مفتاح ليه مفتاح والدليل على ذلك إنه هو دلوقتي أنت بتقولي كأنه قرف فساب كل المعرفش إيه ده فهو ليه مفتاح قد يكون المفتاح بتاعه إنه هو اللي بيعمله دوت هو طايح واخذ الدنيا في صدره لأنه حاسس إنه هو مش منتمي لحاجة فقد يكون الحل إن بنتك تحسسه بالانتماء إلى الأسرة وإن أولاده الاتنين دولة هم الانتماء الحقيقي ليه يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يكون أنا بقول لحد ذلك الأشياء اللي هي بين إيديه ممكن يكون مفتاح زوج زوج بنتك دلوقتي هم الأولاد إنها تستخدم الأولاد كأحد الجوازب إلى الانتماء إلى الأسرة يعني إيه مثلا تخلي الأولاد دايما يقبلوا على ولدهم ويتعلقوا بيه ووحدة وحدة هي تبتدي تدخل معاه وتتكلم معاه وتبتدي تقول له إن هي ممكن تتجاوز على كل اللي فدها ونبدأ صفحة جديدة هي وأولادها وأولادها لإن هي رفضة إن هي تعمل إن هي تتطلق ومحدش طلب إن هي تتطلق أنا مش ممكن أي حد أول ما يجيلي أقول له مهما كان وصف المشكلة بتاعته قبل ما أشوف المشكلة وأتصورها كلها مش ممكن أقول له روح تطلق وعشان كده ببساطة خالص أنا بقول لحضرتك إحنا عندنا من خلال كلام حضرتك إحنا عندنا ثلاث مفاتيح ممكن تستخدمهم مفتاح الأول هو الأولاد المفتاح الثاني هو مسألة تركوا لي بعض المعاصي اللي هي أنت قلت الخيانة ومعرفش إيه فتركوا لبعض المعاصي يعني إنه في الوقت ده قد يكون محتاج إلى زوجة وهذه الزوجة تكون أقرب إليه وتكون محسسات بإن هو ما زال عنده أنثى تميل إليه أدي واحد الحياة ده الشكل الثاني الحياة الثالثة والمهمة إن هي ببساطة خالص ممكن تحسسه بإن هي عايزة يبقى لها دور جديد في الحياة إن هي عايزة تخرج مثلا تشتغل فهو ساعتها يبتدي ينتبه إن في حاجة تغير ما بيحصل في البيت ساعتها يبتدي ينتبه إن البيت ده وات محتاج مزيد من الرعاية الثالث مفاتيح دولة أنا أظن أنه ممكن يكون مفاتيح جيدة إن شاء الله معنا مين طيب يا سادة المشكلة اللي هي كانت مشكلة عرضتها أم رامي أنا ببساطة خالص أم رامي بس أنا عايزك بس تخفضي واجعك شوي لأن ممكن بنتك تكون محتاجة مش إنك أنت تتوجعي عليها لكن محتاجة حاجة تانية محتاجة ببساطة ببساطة إن أنت تحولي معاها إن أنتو الاتنين تصيغوا مفتاح وباب ممكن ندخل بيها إلى قلب هذا الزوج اللي هو في الحقيقة مش شايف الانتماء لهذه الأسرة بشكل صحيح ويمكن المفاتيح اللي احنا قلناها لو اتجربت ممكن واحد منها يفتح قلبه إن شاء الله يرجعوا إلى رشد ويرجعوا إلى انتماءوا للبيت يا سادة فاصل ونرجع معاكم تاني نستقبل أسئلاتكم ونبركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل شيخ عامل زي حضرتك نعم وفضل الحمد لله يا ربنا يا رب يبارس فعل مكودينك يا رب يا رب يا رب أنا وأنت يا رب دكتور عامل بعد إذنك عندي بس استفسار بس غير خاص يعني غير خاص بموضوع الحلقة يعني طب فضائل أنا الحمد لله يا ربنا كرمني وجعاني مما يتواجب عليهم دفع الزكاة طيب فأنا عندي مبلغ من المال حاليا أنا لسه مخرجتهوش فأنا دلوقتي دكتور عامل ملاحظة إن معايير يعني فيه معايير للمستحقة للحكمة المستحقين دلوقتي اختلفت تماما يعني فيه موظفين وفيه ناس عندهم يمتلكوش أو العربية بس هم فعلا يتواجب عليهم الزكاة نظر من الزوء صدري فأنا دلوقتي المعايير دي أنا مش عارسة حددها وأول هم الأقربون يعني دلوقتي أنا عندي أخوة متعسرين وليس من الفقر والمسكين لا أستاني بس متعسر يعني إيه متعسرين يعني الحياة يعني ليهم قط يومهم ولكن الحياة متعسرة يعني فيه مصاريف فيه فيه التزامات عندهم يعني عنده التزامات مدارس مدارس أولاد أو أو إيجار شقة بيكسر عليه أو أي حياة من الحياة اللي زايدية يعني حقيقيا ما بيقدرس يكمل مصاريف الشهر ما بيقدرس يكمل الشهر وما بيقدرس يرفع كفاءة الحياة حوالي يعني لا أسبين من كفاءة الحياة دلوقتي هوا ما بيقدرس يكمل مصاريف الشهر ولا لا أحيانا أحيانا طيب بيبقى دارة من قبيل المسكين مش من قبيل الفقير نحنasure used to not live اللي عنده اللي بيملك لكن ما يملكه لا يسد حاجاته الأساسية فهو إذا كان هو في هذا السياق فهو طبعاً يبقى هو بدل أنت استخدمت لفظ متعسر رفظ متعسر ده معناه أو متعسر يعني يبقى هو إيه اللي حاصل يبقى هو للأسف هو مين قال إنه هو مش مستحق هو كده قد يكون داخل في مسألة المساكين فتعسره ده يدخله في المساكين معي بس التحقيق بقى التحري عن المستحق أقول لي حضيك حاجة أستاذ أمير ممكن لو سمحت لا ندخل صفاتنا الشخصية فيما يتعلق بتنفيذ حكم الله يعني نسيبنا من البرفكشانيست دي يعني صفة البرفكشانيست وأننا لازم أعمل الحاجة مية مية إحنا عن نعمل باللي بيغلب على ظننا إحنا غالب على ظننا أن هذا الشخص اللي هو عنده تعسر هذا الشخص يكون من صنف المساكين اللي بيستحقه الزكاة نقطع السطر يبقى هو حضرتك تستطيع أن أنت تعطي الزكاة لأخيك المتعسر ده ويكون ده إن شاء الله الزكاة ذهبت في أحد مصارفه بشكل واضح بستاذ آية من القاهرة تتفضل سالو تفضل لي يا حاجة آية سالو سلام عليكم أنا بس باتمنع لحداتك حاجة آية بس نوطي التلفزيون ونسمع من التلفزيون لو تكرمتي علي طيب تفضلي تاني كده ايه؟ دعي لي ودعي للعرس بتاعي ودعي للأخوات الدنيك طيب يا سالتي آية ربنا يفتح عليك ويسر لك وإن شاء الله يوسع عليك ويوسع على عريسك ويجمع بينكم في خير ويجعلكم في السعادة والهنى ويجعجل لكم بالسرور والسعادة والتأليف بينكم إن شاء الله أستاذ أحمد عروج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الله أوقاتكم بكل خير دكتور العمر وفريق العمل واجعلكم دائما يا رب جعلكم دائما نبراسا للعلم والهداية للبسطاء من أنثالنا يا رب يبنا يجعلنا إن شاء الله نحن وأنتم في مدد الله وبركاته إن شاء الله آمين يا رب العالمين صدر السلام أحبتكم أحمد الرجم من غرب شبرى الخيمة أهل مصدر السلام حدثك دكتور عمر توفي والدنا ونحن أربع شباب وأربع شقيقات أربع شقاء وأربع شقيقات فقد أتاح لنا رحمة الله عليه إن شاء الله آآ لتلاتة مننا تلات شؤة يعني كل إدى كل واحد فينا شقة مقابل جهاز للأربع بنات لا معلش خلينا أقول لك إن عمل ده وهو في حال حياته يعني كتب الشؤة التلاتة للأولاد وشرط عليهم إن هم يجهزوا أخواتهم للأربعة صح لا يا دكتور لا يا دكتور ده هو بنفسه بنفقته الخاصة جاهز البنات يعني هو جاهز البنات الأربعة جاهز البنات الأربعة على حياة عينه على نفقته طيب اسمعني جاهز البنات الأربعة على حياة عينه على حياة عينه على نفقته الخاصة وبعدين رح كاتب للأولاد التلات شؤة على حياة عينه برضه كل شاب يفكر يتجوز راح اداله شقة إلا الأخير اداله شقة يعني كتبها له ولا اداله شقة يعني آه يعني كتبها له اعتبر كتبها له أنا أعد فيها خلاص طيب لا مفيش حاجة ما أعد فيها خلاص هو كتبها له وبيع وشرها للأ كتبها له طيب يبقى فضل الأبن الأخير من الأبناء التلاتة لم يتدركه لم يتدركه العمر حتى يعطيه الشقة مثلنا فتوفى الله يرحم فكيف يكون فكيف يكون توزيع المراث في ضوء شرع الله عز وجل وسنة تبيان الحبيب لأن بعض الإخوة بيقولوا المفروض نخسم من التالك الإجمالية ثمن الشقة هجاوب على حضرتك يا أستاذ أحمد هجاوب مننا جزيل الشكر على حضرت وطيب الاستماع الله يرضى عنك أستاذ أحمد لا ليس من حق الأخ اللي هو لم يحصل على شقة أنه يحصل على أموال من التالكة قبل توزيعه خالص ليه طيب لأن اللي عمل والدكم ده اسمه تصرف في حال الحياة والتصرف في حال الحياة ملوش دعوة بالميراس التصرف في حال الحياة له دعوة بالعقود المالية يعني ده عقد من عقود الهبات فعقد من عقود الهبات خلاص ملوش دعوة بالميراس لما توف والدكم المال اللي فضل بعد وفاة والدكم خلاص تحول إلى تاركة وليس لي أخيكم سواء كان الأصغر أو الأوسط أو الأكبر اللي هو ما كانش تجاوز ساعتها ليس له أن يطالب بأموال قبل توزيع التاركة خالص خالص هتتوزع التاركة عليكم أنتو السبعة للذكر مثل حظ الأنسيين مع أن الأربعة جهزوا ومع أن فيه اتنين أخذوا شواء آه هتوزع عليكم للذكر مثل حظ الأنسيين وليس للإبن الذي لم يحصل على هبة من والده في حال حياتي أن يطالب أن يحصل بجزء من التاركة قبل أن توزع التاركة لا ليس له حق في ذلك أستاذ هاني تفضل أستاذ هاني تفضل السلام عليكم أم الشيخ عليكم السلام وراحة البركاتة أستاذ هاني أتمنى على حضلك أن يتوطي التلفزيون تسمعني من التلفزيون لو تكرمت أنا والله يا فند من الفوضة التانية بدي عن التلفزيون خالص طيب اتفضل أستاذ هاني زي حضلك أم الشيخ نعم وفضل الحمد لله كل عام أنت بخير وجعلك يا رب كده سند لنا وأن أنت تنور لنا طريقا يا رب أنا يا رب ربنا يبارك لكم ويفتح لكم حضرتك أنا كن أرى المتزوج وعندي ولدين نعم كمام بقى لي أسع سنين من متجاوزين داخلت السنة العشرة كنت مموظف شركة تلمعية وحصل ظروف وطرافاتي يعني فطبعا انت عارف الكافة بتنيل بعد الوظيفة الأساسية طيب طيب يعني كحالة أي شاب في البلد طيب قدت لي ظروف فترة عاد فترة كبيرة انت عارف ان الفترة مدعد الثورة وتشتت البلد انت حدد طبعا ولدنا وفاهم طيب طبعا جيت كنت مقصة في حق بيتي الأول طيب فجيت بعد كده حضرتك بتاريت تعديل وتاريت اشوف حالي على البد ما قدر انا رجل شراب اليومية طيب اه سامح حضرتك كويس طيب عملت تمكين عشان تقعد في البيت يعني انا حتى مش عايزة تعيش معايا تندل وحاولت بتاقي في التطور ان انا اصلاحها يعني انا طبعا يعني عما رفع ايه رفع التمكين انت كنت طبعا مطلعة برا الشقة لا مش طالعا يا فاندي مكمل مش حانات يعني ازاي اي زوج مع زوجة فهي فهي غضبت في بيت اهلها اه ده عمل التمكين وهي معايا فاندي في البيت انا فجيت اه ايه عملت اه عملت اه طلب تمكين وهي قاعدة معاك في الشقة وبعدين اه اه طب فين السؤال بقى فين السؤال استاذ هاني اه حاضرتك دلوقتي احنا من رمضان خمسة رمضان اللي قبل اللي فات ما خلاص انا فهمت انا فهمت ان ايه ممتنعة عن العلاقة الخاصة احنا اخوات انت شايف حاضرتك انا عمل مع ايه اه ده 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 سؤال مهم استاذ هاني هانتوا قاعدين مع بعض في نفس الشقة صح اه يا فاندي مثلا انا قاعد في الشقة اللي تحت مع والدتي لان انا يا فاندي انا الشطان ركبني من ناحيتها انا راجل مصلي الحمد لله والله ما بيسيش فرض ما برضو انا بقدر شافها من ازاي الشطان ركبك وانت بتصلي فانا اقول لك حاجة تعال بس نتكلم في شوية حاجات ده اسمه احنا وصلنا الى حد التراكمات اللي خلت النفوس زي ما بينقول بالتعبير العام كده النفوس تشيل احنا عندنا مصطلح كده في الارشاد الزواجي اسمه احنا وصلنا الى حد الامتلاء الزواجي هي امتلقت زواجيا فبقيت ما بتقدرش لا تزق ايا بتقول لك كده انا ما اقدرش اسمع صوتك ولا شم رحتك ولا ابقى موجودة معك في نفس المكان مش بتقول لك كده هي قاعد هي قالت في اخواتي كده يا فاندي طيب ونزلت في العيدي اللي فات يا فاندي من الكبير مش ده اللي قابليه طبعا كان حصلت طلبات نفسية فطبعا كدت ايجنسيا مش مزبوط اضطرابات نفسية من ايه استاذ رايني لاحظة بس اضطرابات نفسية من اي نوع يعني هل حصل لك اكتئاب حصل لك بايبولر حصل لك ايه يعني انا نفسي كتتعبانة فكت مأثرة في النواحة البدنية عندي كتتحق زوجة يعني في انتو قبل ان تمتانع عني اعايز اقولك خلاص ipts قلت لامي قلت لامي واختي ده مبيعارقش يعني طيب خلاص انا 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 اعجاوب انا انا اعجاوب على حضرتك يا استاذ زاني بص يا استاذ زاني خلينا بس نكون واضحين وصدقين مع نفسانا شويتين ثلاثة عشان نقدر نحل احنا ما بنقدرش في المسائل الزواجية اول خطوة عشان نحل المسائل الزواجية لازم نذكر الناس بقولي تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصير لازم الإنسان يكون صادق مع نفسه لان اي نوع من انواع الانكار مش هيفيد في حاجة هيبقى كل اللي انا بعمله ان انا بجيب الغلط على اللي قدامي وقد اكون انا بصل الى حد الظلم طبع عشان ما نبقاش ظلمين وهي كمان طبعا هي وقعة في شيء لو انها فعلته من غير السبب ولا من غير خوف ولا من ان هي ما بيحصل لاش اي اذى هي كمان وقع في الظلم لما بتمتنع على علاقة خاصة تعالوا بقى نتكلم احنا في حالة استثنائية انت قلت ان انت اثرت لمدة عشر سنين انه يبدو ان انت مش اثرت بس ماليا وكمان اثرت عاطفيا واثرت كمان في العلاقة الخاصة زي ما انا فهمت من كلامك اللي حاصل ده بقى ده حالة معقدة ليه حالة معقدة دخلت فيها عناصر كتيرة دخل فيها العنصر المالي مع العنصر النفسي مع العنصر الذي يتعلق بالعلاقة الخاصة العناصر دي لما بتدخل بتخلي الحل المعتاد بان انت تروح تصالحها وتقولها خلاص نبتدي صفحة جديدة ما بيبقاش نافع اول هنا ساعتها لازم نتعامل مع قولي تعالى فاسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون لازم يبقى فيه تحليل زواجي دقيق تحليل زواجي دقيق عنه وصل الى ايه الانسدادات اللي حصلت والامتلاء ايه سببه لان التراكمات دي لها فلسفة يعني هي التراكمات اللي عندها لها فلسفة ان هو اصلا ما بيحبنيش دي تراكمات او ان هو انسان غير مؤهل للجواز دي تراكمات بتبقى ديها فلازم نعرف مسار التراكمات ايه وده مش هيحصل غير لما نسمعكم منتو الاثنين فالمسألة محتاجة ان انت تتفضل مشكورا وانت في حتة وهي في حتة وده مش ما ينفعش خالص في مسألة زواجية وده نوع من انواع تضيع النساء ما تبعدش عنها لازم انت وهي تكونوا مكان واحد وانت اللي تحفظ نفسك لو كنت انت سبت الدواء بتاعك اللي انت كنت بتاخده وانت بتحاول يحصل عندك علاج نفسي تاخد الدواء وتتعامل معها بشيء من الرشد لكن تخليها هي في مكان وانت في مكان طبعا الشيطان عيمشي هيلعب بدمغها وكمان النفس الامار هتلعب بدمغها ده مش مبرر لها لكن انا بوصف لك الحال احنا متخيق متحتاجين بشكل واضح الى استشارة محتاجين الى صوت الحكم محتاجين الى نصيحة وده معناه ان احنا ببساطة خالص محتاجين ان احنا نروح لخبير عشان نقدر نخرج من ده فمرحبا بكم في مركز الاشياء الزواجي عشان نقدر نتكلم ونقدر نضع الاشياء في النصابها ونقوم بالتحليل الزواجي بشكل صحيح يا ساد احنا النار ده تكلمنا عن حاجة وان كانت الحاجة دي ما بحبش انا مسترحة اساس كل المشكلات الزوجية حساسة بالمناسبة عنه احنا تكلمنا عن قضية في الحقيقة محتاجة رشد محتاجة تروي وهي مسألة ازاي الواحد يتعافى وخاصة يتعافى الطرفين وخاصة لو كان نوع الغدر اللي حصل غدر معها حاجة ليها كده رونقة ومسألة الغدر مع الحب الاول او الغدر بسبب الحب الاول احنا قلنا شوية اجراءات ثمان اجراءات لازم تتعامل من الاعتراف ثم بعد ذلك الاقلاع عن اي شكل من اشكال العنف ثم بعد ذلك كمان ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتجنب اي نوع من انواع الحرمان العاطفي وبعد كده نروح نعمل تغيير في برنامج الحياة بتاعنا وكمان يبقى عندنا اشياء مشتركة بنعملها وكمان لازم بشكل واضح ان البرنامج اللي احنا بنغيره يكون بيشتمل على القرب من الله سبحانه وتعالى وبيشتمل كمان على اشياء مبهجة عشان نستبدل لازلة لازلة الخطأ بماذا؟ بالابهاج اللي موجود في الحياة وفي النهاية قلنا لازم بشكل واضح نتقارب منبقاش بعيد عن بعض عشان يقدر شريك الحياة اللي يتغدر به يشوف التحسين اللي بيحصل في شخصية شريك حياته عشان يقدر يتجاوز المحنة دي لان في الحقيقة هي بتبقى أزمة وكتير من الناس لما بتصدموا بيبقوا محتاجين دعم سريع احنا محتاجين ان احنا نبص من مشاكلنا ونتعامل معها بقوة ونتعامل معها بشكل واضح وما فياش اي نوع من انواع للانكار او نوع من انواع تطخيم المسألة لازم كل حاجة تبقى في نصبها وده اللي هيخلينا نكون من اهل الرشد وده اللي هيخلينا نكون من اهل الحكم يا رب رزقنا الحكم وقت الازمات وخاصة في البيوت اللي هي الحقيقة يعني بتبقى أليا كتير جدا جدا من الحرير وساعات بتبقى كمان هشة وأليا كمان من قطع السلج وساعات كتيرة جدا 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 بتبقى عاملة زي الإزاز محتاجين ان احنا نهتم شوية ببيوتنا ومحتاجين كمان ندعم شركاء حياتنا عشان ما نسيبهمش في هريسة لأي حد ممكن يبتزوهم عاطفيا ويؤدي ذلك إلى خسائر كتيرة في البيوت يا رب جعلنا دايما من اهل البصيرة الذين يقومون بواجباتهم وخاصة في الأوقات الصعبة اللي بيحتاج فيها شريك الحياة إلى سند ودعم كل واحد فينا يعرف انه مش بيعمل كده بحاوله قوته لكن بيعمل كده بمدد الله اللي وعدنا ان البيوت هتكون محل مدد الله لما قلنا واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب جعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الودي والرحمة على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة